الحجاب بالنسبة لك كان ليه ظروفه؟ اه طبعا ايه؟ كان اخويا اللي يرحمه 21 سنة محمد توفى ونزلت معاه تحت وشفت يعني كان فيه زي قلم كده لأول مرة حالة وفاة ورح بابا لانه كان بيحبه جدا اللي يرحمه ابويا جلسة في النصر يعني فقلمين ورا بعض اول مرة في حياتي بشوف كنت صغيرة يعني يعني ايه حالة وفاة؟ يعني ايه؟ يعني احنا كده بجسمنا بنبقى مش موجودين فجأة تحت التراب فكت عندي حالة تهزة كنت بعمل بروفة مسرحية مع برضو السيد زحيد حمد اللي كتبها مع الراحل العظيم حبيب قلبي محمود عبدالعزيزة اللي يرحمه وكت بصور في حاجات ودخل اعمال بقى والدنيا معايا فريدة بقى افلام بطولات ومسرحيات وحاجات كده فحضرت درس الناس خدوني طبعا لان الحالة النفسية كده حضرت درس ما واتكلموا عن طبعا القبر والموت وانا شفت ده انا شفته بقى انت عارفة انسان عنده هزة مش فاهم يعني عشان شفت تجربة شفتها ده انا شفت الحمد لله فانا عيطت وانهرت جدا من الكلام ومن نزول القبر ازاي والليلا بتبقى لوحده بعد ايه بيتحلل والكلام ده كله اي قلب كويس هيرتجف يعني وابتديت انهار فحد من الناس المحترمين قامت لبستني الطرحة ايه تلي خلاص بقى ومش عارف ايه بتاعه وكلنا بدل يعني نتكفن واحنا عايشين حسن ما نتكفن واحنا مين هي؟ لا خلاص يعني يعني ايه؟ لان بصراحة ربنا هي ما عملتش حاجة وحشة هي عملت حاجة كويسة فنانة اه وانا اتمنى ان لو ربنا قدرني وقدر اعملها لكن تاني يوم الصبح لقيت الجرائط كلها كتبة وانا بعمل ضروفات وماضية وعملة ومسوية اعتزال الفريد السفناصر طب هم ما قالوش حاجة وحشة يعني هم قالوا حاجة كويسة فما قدرتش ان انا ارجع فيها خلاص لكن اللي انا باستغرب له يا دكتور عمر ان الدنيا اتقلبت لما لبست الحجاب واتقلبت لما لعت الحجاب ليش؟ معنى انا في سوسا مبادر وفي عغير صبري وفي حالة شيحة وفي هانا شيحة وقعدت جاب سنة محجبة قعدت ما كملتش سنة ما كملتش سنة جات سوسا مبادر كانت قيمية محجبة برضو هي تحجبت وراي على طول فيه بنا كتير قوي تحجبه في الموضوع ده هي سوسا مفروض اختي في الرضاعة حبيبتي يعني اختك في الرضاعة نعم يعني انت مفروضين اخوات طبعا يشرفني الرضاعة الاخوية ان احنا قريبا مولودين في بيت واحد يعني في نفسك لا معلومة ان كنتوا اخوات في الرضاعة دي جديدة بالنسبة اه 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 ما انت الشايف الشكل المصري والروح المصرية اه شبه بعض الفعالة والابداع يا دكتور فالمهم ايه اللي هو مصالح سيدنا محمد يعني انا مثلا دلوقتي سمعت مثلا ان شهيرة وصهير رمزي قلعوا الحجاب مثلا اه انا مش عارفة ده حقيقة ولا لا اني شفت الصور بس ممكن تكون صور قديمة جديدة الله اعلم اه والله بيت قال ان العدو ممكن يزعلوا برضو من الجملة دي بس دي الحقيقة اللي بيتعدي سن معين بيبقى قواعد النساء اه قواعد النساء اللي هما ايه خلاص يعني مش مشكلة انها تقلع او تلبس بس لما انت مش قادرة تكملي كده بعد هذا العمر مش واحدة فيهم معينة اي واحدة من اللي هجموني انا دلوقتي بعمم مش بخص خص انا تهجمت بالشكل جميع الكلام اللي ممكن تفعل